الناحية الثانية ياسر ريان كمان عنده مشكلة لانه الجهاز الفني استدعى بالفعل احمد ياسر ريان عشان ينضم المنتخب مصر في المطشين اللي جايين مع انجولا بداية في القاهرة وبعد كده في الجابون ونادي التايل توركي رفض انه او ما وفقش يعني على انضمام احمد ياسر ريان للمنتخب الوطني حجته في ده او يعني منطقه في ده بيقول انه احمد ياسر ريان عشان ينضم المنتخب كان مفترض ان هو يتم طلب ضمه من المنتخب في معاد اقصى 15 اغسطس وهو قريدي لم يتم قيده الا بعد المعدة وبالتالي من حق النادي او من وجهة نظره انه من حقهم يرفضوا انضمام ياسر ريان للمنتخب وقد كان رفضوا ان هو ينضم المنتخب بقت مشكلة يعني فترة من فترات كنت بتتكلم على انه وجود عدد كبير جدا من المحترفين ليك برا مصر في دوريات قوية يديك ارياحية شوية وانت بتتكلم على المنتخب وانت بتتكلم على مشاركة لعابين محترفين بدأوا بالفعل مواسمهم مع عندياتهم ومعظمهم متقلقين يعني احمد ياسر بداياته مبشرة جدا في الدوري التركي صلاح نجم كبير جدا انني يظل واحد من اهم اللعابين المصريين محترفين وبالتالي عدم وجودهم معاك بالتأكيد يأثر على حسابات كابتن حسام البدري اللي كان الله في عونه يعني الحقيقة كل الظروف من اول ما تولى المسئولية وفي الفترة الاخيرة كمان على وجه التحديد ماشي معايا عكس الطيار لكن ثقاتنا الحقيقة في الاسماء اللي موجودة في المنتخب كبيرة جدا ووسقين على الاقل خطوة بخطوة من صدارة مجموعتنا وده شيء طبيعي ومنتظر ومنطقي جدا في حسابات جماهير الكرة المصرية